مرحبا كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بخير فيديو اليوم رح نشوف فيه تاريخ عوالم الدول رح نشوف هذا الترتيب من الاحداث الى الاقدم يعني من احداث عالم الى اقدم عالم مين تتوقعوا رح يكون اقدم عالم عربي معنا كتبوا لي توقعاتكم بالتعاليق وايضا حطوا اللايك لانه اللايك كتير بتشجعني وكمان اشتركوا وفعلوا الجرس ميشان نوصلكم الفيديوهات الجاية وشاهدوا الفيديو للاخير ميشان في الاخير تشوفوا تعاليقكم وهيا لنبدأ الفيديو اول دولة معنا وهي موريتانيا تم ادخال تعديلات على العالم الاصلي عن طريق استفتاء شعبي وتم اضافة شريطين احمرين الى العالم تاريخ الاعتماد الرسمي هو 2017 يعني هذا العالم جديد جدا يعني هذا هو احدث عالم عربي معنا الان هو موريتانيا نعم اعرف انه كان ما فيه الشريطين الاحمرين بتذكر عالم موريتانيا القديم تحياتي لاهلنا في موريتانيا خلونا هلا نشوف مين اللي وراء موريتانيا بنشوف هلا من الدولة اللي معنا معنا العراق العراق العظيم تم ازالة النجوم الثلاثة من العالم التي كانت ترمو سابقا الى الوحدة التي لم تحدث بين مصر والسوريا والعراق تاريخ الاعتماد الرسمي هو 2008 تحياتي لاهلنا في العراق ايضا وبتذكر كذلك عالمكم كانوا فيه نجمات بعرف هذا الشيء وعالم العراق كتير حلو بالخصوص فيه كلمة الله اكبر تحياتي لاهل العراق هلا بنشوف مين معنا البحرين تم تغيير عدد المثلاثات الى خمسة لتمثيل اركان الاسلام الخمسة ويرمز لون الابيض للسلام واللون الاحمر للمعارك وتاريخ الاعتماد الرسمي هو 2002 صراحة معلومة جدا جميلة عن البحرين لأول مرة اعرفها هو انه فيها خمسة متلاثات ويرمز لاركان الاسلام الخمسة وكذلك لو الابيض يرمز الى السلام شيء كتير حلو تحياتي لاهلنا في البحرين ايضا هلا بنشوف نازلين نحن للسنوات القديمة كتير سنة 2002 وهلا رح نشوف مين معنا كذلك سنة 2002 جزء القمر يتألف العالم من الهلال الاسلامي على حق الاخضر واربع مستثيلات ملونة لتمثيل جزء الاربع للبلاد وتاريخ الاعتماد الرسمي هو 2002 كذلك شيء حلو فيها هذا الهلال الاسلامي وايضا الجزء الملونة حسبتني فكرة العالم تحياتي لاهلنا جزء القمر واذا كان في متابع من جزء القمر يكتبني بالتعاليق لاني ولا مرة شوف جزء القمر عندي كل الدول العربية بس جزء القمر ولا مرة شوفتها صراحة لأثبتوا وجودكم يا جزء القمر تحياتي لكم ايضا هلأ بنشوف من معنا ايضا عندنا اليمن اليمن اعتمد العالم الحالي في اليوم الذي تم في توحيد اليمن الجنوبي مع اليمن الشمالي سنة 1990 تاريخ الاعتماد الرسمي 1990 صراحة سروات قديمة جدا تقريبا هلأ 31 سنة ما شو الله تحياتي لأهلنا ايضا في اليمن السعيد كيف ما بيسموه اليمن السعيد كذلك اثبتوا وجودكم في التعاليق باسماء دولكم لكي اعرفكم هلأ مع فلسطين تم تصميم العالم في البداية كعالم الثورة العربية سنة 1916 استخدمة استخدمة كعالم لدولة فلسطين سنة 1988 كذلك هو قديم 1988 لم يكن لي وجود اللي كان في 1988 لا يكتبها بالكومنت لكي اعرف اعماركم هلأ بيشوف من معانا مصر يعتبر المصريون القدماء اقدم امه في التاريخ استخدمت الاعلام كرمز لها ويتميز العالم الحالي بتوسط نصر صلاح الدلة وتاريخ الاعتماد الرسمي 1984 اوكي نحن نازلين كتير تحياتي ايضا لأهل مصر كذلك العالم القديم هلأ عدنا جيبوتي استعملا لأول مرة يوم استقلال البلاد عن فرنسا وتدل النجمة الخماسية على المناطق الخمسة المكونة لبلاد وتاريخ الاعتماد 1977 اوماي جاد انا متأكدة انه سيشوف هذا فيديو وكانوا حاضرين 1977 ومقلال كثير كل واحد يتمثلي وجوده من اقدم عالم كان في السنة اللي كان فيها هو مثل 1977 مين سيكون حاضر عنا السعودية السعودية العالم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه او انزاله الى نصف السارية في حالات الحداد لما يحمله من دلالات دنيا مقدسة دلالة دنيا مقدسة وتاريخ الاعتماد رسمي 1973 ما شاء الله تحياتي لأهلنا في السعودية ايضا وبدي اعرف منكم معلومة كانت في هذه الايام شفتها مقاطع بنزلينهم كتير عن السيف اللي في العلم كانوا بدون يزيلوا هل وافقوا على هذا الشيء أم لا أهل السعودية أو اللي بيعرف بهذا الموضوع خبروني بالتعالق مشان أعرف هل هذا السيف سيضل في العلم أو لا إذا حدفوا السيف رح يكون علم يعني متغير رح يبدأ من سنة 2021 بس أنا بدي أعرف هذه المعلومة ما عرفت إذا كان وافقوا أو لا المهم خبروني يا أهل السعودية وتحياتي لكم كتيرا 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 إن شاء الله أزور السعودية اللهم يرزقنا عمره وحجة إن شاء الله يا رب عنا الإمارات تم اختيار العلم ما بين ألف وثلاثين عفوا تصميم في متابقة وطنية بمناسبة إعلام قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخ الاعتماد الرسمي ألف وتسعمائة وواحد وسبعون نحنا نازلين كتير من كارت ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الاخر احمر وكذلك المثلتات هذا في اكثر من البحرين بس هم يتشابه كثير يعني بس انا بعرفهم الحمد لله اوكي عندنا وراء السودان السودان تم اختيار التصميم بعد مسابقة عامة شارك فيها مختلف اطياف المجتمع السوداني من وزراء وفنانين ومواطنين عاديين تاريخ الاعتماد الرسمي 1970 هذه السنوات بيكون هم السنوات اللي ما نمزدودين فيهم نحن بس امهاتنا واباءنا ايضا يعني ليس السنوات اللي ازدادنا فانحنا تحياتي لجميع الامهات اللي بيشوفوا هذا الفيديو والاباء ايضا عنا عمان عمان يرمز لول الاحمر الى المعارك التي خاضها الشعب العماني لترد المحتل الابيض للسلام واللول الاخضر للخصب والزراعة وتاريخ الاعتماد الرسمي 1970 ما شاء الله نحن نازلين كثير تحياتي ايضا لأهلنا في عمان انا صرت انطقة عمان صحيحة لا احد يقول لي حميدة ما تنتقها صح الحمد لله صرت انطقة صحيحة الجزائر الجزائر يعود تاريخ تصميم علم بلد المليون شهيد الى سنة 1934 حسب العديد من المصادر لكن تم رفعه رسميا في سنة 1962 ما شاء الله تاريخ كثير كبير 1962 تحياتي لأهلنا في جزائر بلد المليون شهيد تحياتي لكم ما شاء الله قديم كذلك نحن نازلين لسه ما شفنا عالم بلدي المغرب ايضا لسه معنا كثير دول عربية نرى من معنا الكويت رفعه لأول مرة بعد اعلان الاستقلال عن بريطانيا استوحيت الوانه من بيت الشعر العربي الشهير لصفي الدين الحلي تاريخ الاعتماد الرسمي 1961 ايضا تحياتي لأهل الكويت مثله مثل الجزائر تقريبا وعندنا سوريا سوريا تم استخدامه رسميا لأول مرة في اطار ملحلة الوحدة بين سوريا ومصر التي نتج عنها قيم الجمهورية العربية المتحدة وتاريخ الاعتماد الرسمي 1958 كثير كثير تاريخ قديم جدا تحياتي أيضا لأهلنا في سوريا الصومال يرمز للون الأزرق للثروة البحرية وتتوسطه نجمة بيضة ترمز لأجزاء الصومال الخمسة التي كانت في السعمارة وتاريخ الاعتماد الرسمي 1954 كذلك تاريخ كبير هذا تاريخ أجدادنا تحياتي تحياتي الذي كانوا حاضرين في هذا التاريخ ليبيا ليبيا رفع العلم للمرة الأولى بعد استقلال ليبيا استخدامه بعد انقلاب 1969 ثم أعيد استخدامه مجددا بعد ثروة 2011 تاريخ الاعتماد الرسمي 1951 نعم بعرف هذه المعلومة عن ليبيا وهي كان عندهم قبل 2011 كان عندهم عالم أخضر فقط إذا غلط صححوا لي أهل ليبيا يعني أنا بدون ما بعرف ما متأكدة من هذه المعلومة لكن كان عندهم عالم أخضر فقط صححوا لي هذه المعلومة إذا كانت خطأ حسنا حسنا أنا مريضة قليلا يعني تشاهدوا صوتي مريض قليلا يعني ضربني برد رضوا بالكم من هذا البرد لأنه كثير كثير برد هذه الأيام لكي لا تمردوا وتحياتي لأهلنا أيضا في ليبيا تاريخ الاعتماد الرسمي إذا ما قلته هو 1951 أحبكم هلبة هلبة أهل ليبيا واجد واجد كما يسموها هلأ معنا لبنان رفع العالم كرمز لثورة بيشامون ضد الاحتلال الفرنسي والتي انتهت بالإعلان عن الاستقلال الكامل لبنان تاريخ الاعتماد الرسمي هو 1943 تحياتي لأهل لبنان أيضا وأنا كثير كثير مريضة أعتذر منكم الأردن الأردن مشتق من عالم الثورة العربية الكبرى التي أعلنها شريف مكة حسين بن علي على الدولة العثمانية تاريخ الاعتماد الرسمي 1928 تحياتي أيضا لأهل الأردن هلأ معنا الدولة الموالية نرى من معنا في الدولة الموالية المغرب 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 تم إحداثه بظاهير ملكي من طرف السلطان مولا يوسف ويتميز العلم بلونه الأحمر الطاغي تتوسطه نجمة خماسية خضراء تاريخ الاعتماد الرسمي 1915 قديم كثير واهو لأول مرة سأعرف تاريخ اعتماد الرسمي لعالم المغرب تحياتي لأهلنا في المغرب وأهلي في المغرب أيضا ما شاء الله تاريخ كبير جدا تونس تونس حافظ العلم على شكله المميز قرابة قرنين من الزمن منذ تفعيله على يد حسين باي الثاني ثامن حكام الدولة الحسنية تاريخ الاعتماد الرسمي 1831 ما شاء الله 1931 وأنا متأكد انه لا سيكون ولا واحد في هذه السنة لسا حيل هلا 2021 ما شاء الله تاريخ قديم كثير تحياتي لشعب الخضراء تونس تحياتي لأهل تونس وشعب الخضراء وكل الدول العربية اللي مروا معنا كل واحد يكتب لي اسم دولته في التعاليق وأيضا كتب لي تعاليق حلوة مشان أعرضها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو إذا استفدتم لايك لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس حتى نمسلكم الفيديوهات الجاية وأنا بحبكم كتير بشوفكم بالفيديو الجاي بيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة